يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى عايزكوا بقى النهاردة تركزوا معايا قوي جدا جدا وتاخدوا بالكوا جدا من الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة لأن أنا النهاردة هتكلم في سبب مهم جدا في خراب البيوت أيوة زي ما انتوا سمعتوني كياد دلوقتي من أعظم الأسباب أن بتلاقي أي بيت بيتخرب أي بيت بيتخرب ويتم الطلاقة تروح على طول على السبب ده ألا وهو إيه؟ الكبر والعند والند بالند ند بالند الست لما توقف قصاد الراجل الراجل لما يتمسك برأيه حتى لو كان غلطان بس كرمته منعاه عزة نفسه مش جايباكة راجل أنه هو يقول يعني ماشي حقك علي أنت صح مثلا في الحتة دي لكن لا هو أنا غلط يبقى غلط وهي شايفة نفسها مقطعة نفسها وعملة كل اللي عليها ومضحية بحاجات كتير جدا وطبعا حيالها حيال كل ست مصري أنا مش هحكي قوي ست مصري بتعمل إيه؟ لأن انت ست وعارفة إحنا بنعمل إيه لكن ساعات فيه كده إيه غلطة بتحصل من الراجل يتريق عليها قدام أهله آه يتنمر عليها قدام ولاده تبتخيلين يعني ممكن يبقى قدام ولادها أصعب وقلعن ما يتنمر عليها كمان برأ قدام الناس لأن بتحس بقى كرمتها كأم وشكلها وتعبها وشقاها وكل حاجة بتعملها عشان خاطر الولاد والبيت ده وفجأة يجي هو كده إيه بكلمة كده ووقعت انت بتعملي حاجة وبلك يبص صمك عم نقف شعرها آه ما عرفش إيه لأ تخنتي تخنتي بقى لك كده إيه إيه رايح هتروحي فين بعد كده أكبر الباب الشقة عشان تعدي فأحيانا بيبقى فيه تنمر والله يوصل لخراب البيوت كلمة واحدة تخليها نار نار جهنم وتطلب الطلاق وتحس إن كرمتها متهانة وواواوا إمتى بقى بيحصل الطلاق وخراب البيوت لما أنا ما تنزلش وهو ما يتنزلش نقف لبعض كه زي الديوك عارفين اللي هو إيه لا إنت الغلطان لا إنت الغلطان فاكرة لما عملتي ويجي الراجل بقى يطلع لها القديم كله من عشر سنين مثلا فاكرة لما قلتي لي قدام أمي ما عرفش إيه وإيه وإيه فاكرة لما أنا حدتلك وتبتدي هي زي ما هو بيعمل طب تعالي بقى تعالي بقى تعالي رصهم لك بقى أنت بتعمل وبتعمل لحظة الندية دي هم ما بيفكروش اللحظة دي هتوديهم على فين وليه ما يبقاش عندنا طب ما نعدي الليلة يعني نزق الحكاية نزق الجوازة مع بعض أحيانا الست مش أحيانا بصراحة لأ الست بتعدي كتير الست بتعدي كتير جدا 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 وبتدي فرصة مرة واتنين وعشرة وعشرين وألف هي الست كتير بتحب وبتضحي وبتعدي ساعات ييجي بقى الراجل على موقف واحد لقيه وقف مش عايز يعدي كل حاجة ولأ أو أنت عملتي وعملتي طب ما تفتكر لها العشرة العشرة الحلوة اللي ما بينكوا بقالكوا سنين الكلام الحلو والقعدة الحلوة التطحية والطبطبة وإزاي وقفت جنبك وسندتك ووقفت في ظهرك إزاي خلتك بتلبسك حلوة بتهتم بيك وبصحتك وبشكلك وبولادك وببيتك العشرة السنين كل حاجة حلوة ليه الراجل في اللحظة دي أنا مش هفتكر حاجة خالص غير أن أنا راجل وأن أنا رأيي يمشي وأن أنا كلامي يمشي وغير كده لأ هو ده النظام وتلاقيه بقى قاعد كده وسط الناس بقى لو قال كلمة واحدة معلش حقك علي خلص الموضوع لكن اللي أهو ده بقى نظامي وإزا كان عجبك وإزا كان عجبك وهو ده اللي هيحصل فجأة بتلاقي نفسها أن هي لازم توقف قصاده لأن كده بقى ده أنا هيداس علي خالص ده أنا كرامتي راحت بقى في الوب في اللحظة دي ند بالند لو طرف من الطرفين ما تنزلش يبقى الجوازة بازت والبيت اتخرب والعيال اتشردت طب إيه أسباب العند ده بين الزجين يعني إيه أسباب العند فجأة كده بتلاقي فيه كبر فيه شطان رجيم تحس اللي اتنين بيتكلموا كده اللي اتنين شعاطين مش شايفين بعض طب إزاي ممكن نتغلب على العند ده وإزاي يعني نفرق برضو ما بين التنازل يعني فيه فيه تنازل فيه تنازل تنازل رحيم عايز اختار اللفظ يا فيه تنازل طيب تنازل عشان المركب تمشي والحياة استمر وإن واحد من الزجين يحس إنه هو فرط في كرامته وإنه حقه ضايع عشان ما تمسكش برأيه يعني يعني فيه تنازل طيب وفيه تنازل شرير تنازل الطيب ده الحمد لله لو ما يكونش الشيطان واقف فيه فبتحس إن أنا بتنازل عشان أمشي بيتي والمركب تمشي وأنا شرية جوزي وعيالي وبيتي أنا شرية حياتي أما التنازل الطاني ده بتحسي فيه شطان واقف لو كرامتك لأ لو عدتيها هيعملها مرة واثنين وثلاثة واربعة كرامتك بصي مامتو ببصلك إزاي بصي يفضل فيه شطان شطان واقل للدماغ وتحس إن الست وقفة مش حس هي بتقول إيه